لم ينسحب مقاتل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من عدن بعد بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث محافظة أبيان مسقط رأس الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي بينما الأخير كان منشغلا في اجتماع مع قادة حكومته في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة مجريات الأوضاع في عدن مصادر محلية ذكرت لوكالة الأناضول أن قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان جنوبية البلاد بعد اشتباكات عنيفة دارت مع عناصر الشرطة ووفق المصادر ذاتها أصفرت المعارك عن قتل أحد جنود الشرطة العسكرية وإصابة آخرين بينما أصيب قيادي رفيع في قوات الحزام الأمنية يأتي ذلك على خلفية تأييد شرطة المحافظة وقوات الأمن الخاصة للحكومة الشرعية ورفضها لانقلاب عدن فيما حذرت وزارة الخارجية اليمنية وعلى لسان نائب وزيرها محمد الحضرمي من أن تصعيد القوات الانفصالية في محافظة أبيان أمر غير مقبول ويقوض ويفشل جهود الوساطة السعودية ولأول مرة منذ انقلاب عدن الذي جرى في العاشر من الشهر الجاري ترأس الرئيس اليمني اجتماعا لقيادة الدولة تم خلاله بحث التداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكرتها ومقراتها الأمنية وكانت تقارير الصحفية نقلت عن مصدر حكومي يمني قوله إن الرئيس هادي كان بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بعد اليوم الأول للاشتباكات في عدن إلا أن الوساطة السعودية تدخلت وطلبت مهلة خمسة أيام لإنهاء الأحداث أضاف المصدر أن الإجراءات التي كان سيتخذها هادي ضد الإمارات قاسية منها تردها من التحالف ومن اليمن مع كامل قواتها وتقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن لدعمها انقلابا والعمل على فصل اليمن وتقسيم أراضيها مأساة تتلوها أخرى دون مخلص لها فمتى سيعود الوضع إلى نصابه الصحيح في عدن وصنعاء وأبيان وكفة المدن اليمنية ومتى يلتائم ذلك الجرح العميق الذي تسببت به دولة الإمارات التي دخلت بدعوى إعادة الشرعية إلى اليمن فإذ بها تنقلب عليها وتقتل عسكريها ومدنيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر